مقالي ومقاله العدل يا ربطة ربطة الاندية المحترفة طلعت عقوبة ضد مجموعة من جماهير الاهلي وعايزة تأكد وترسخ على فكرة شخصية العقوبة انها بدل ما تفرض غرامات على الاندية لا خلاص هي الجماهير متسجلة اسمائها من خلال شركة تذكرتي ومن خلال حجز التذاكر فكل المشجع بياناته موجودة فقالوا انه هم الايه حددوا عدد الجماهير اللي هتفت هتفات خارجة فقالوا انه تم ايقاف تسعمية عدد من جماهير الاهلي تسعمية ستة وتمانين مشجع للاهلي اللي هتفات كانت في مباراة الاهلي والداخلية الاخيرة قالوا مسؤول للربطة ان ايقاف هذا العدد من جماهير الاهلي لمدة مبارتين بسبب السباب الجماعي اللي شاهدته المباراة مما ادى الى ايقافهم عن الحضور المباراتين القادمين للفريق مع تحذيرهم بالايقاف عن الحضور حتى نهاية الموسم حال تكرار نفس المسألة الربط قررت كمان توقيع غرامة قيمتها عشرين الف جنيه على الاتحاد السكندري لما بدر من جماهيره تجاه احد عناصر اللعبة خلال مباراة الفريق مع طلاع الجيش وفي حال تكرار الامر هيتم حرمانهم من حضور المباراة حتى نهاية الموسم شوفوا في اكتر من حاجة ايجابية وحاجات سلبية نبتدي بالاجابيات الاجابيات ان العقوبة بقت شخصية لان الاندية بتظلم لكن يبدو ان هي مرحلة يعني المرحلة اولان هي غرامة الاندية بعد كده بتتنقل تبقى شخصية لالاتحاد السكندري المرادة عشرين الف جنيه قال له بعد كده هنوقف جماهيرك انا مش فاهم هولاندية تتحمل ليه غرامة بن ياب عن جماهيرك ولا الجماهير هتعبق ولا الاندية هتقدر تسيطر اللي اذا كان لا قدرت تثبت ان في علاقة بين ما حدث في الملعب وبين مسؤولية الاندية حول ما حدث اي دي اول ايجابية يعني تبقى شخصية تاني ايجابية ان وهي ايجابية تنطوي على سلبية خطيرة انك تبتدي تحاسب بناء على تحديد بشكل موضوعي انت بتقول خلاص نقدر نجيب الشخص اللي بيعمل الشخص اللي بيعمل اي خروج عن النص لانه من خلال النظام معروف قاعد على اني كرسي وبيعمل ايه واسمه ايه وبياناته بتسجله كل حاجة طيب ايه الاجابية في كده مش عايزين مش عايزين يسود الملاعب هذا النوع من الخروج عن النص لان ده بيقدي بعد كده العنف دي مرحلة سابقة للعنف بس بقى السلبية الخطيرة انك تختص بس الاهل بيه فكرة ان انا جيب الكبير اعمل بيه مثل فكرة غير عادلة لان احنا شفنا ايه اللي بيحصل في الملاعب كلها كل الجماهير تقريبا معظمها معظمها بتخرج عن النص وبتحضر بقى بقى عدد اكتر من المسموح بيه يعني حتة العدالة اللي انت بتقول عليها دي مهمة جدا وقالها مش هتجيب نتيجة ما انت لو انت معممتش يبقى بتشخصن العقوبة على نادي بقى بالزبط وجماهير بعينها بقيت الجماهير مش هتنضبط ونفس الجماهير دي مش هتردادها هتقولك شو معنى أنا عايزين كل المسطرة واحدة عشان نشوف مدرجات خالية من التجاوزات ده كلام مهم يا جماعة وكويس ان احنا وصلنا لمرحلة تحديد شخصية العقوبة بس زي ما المهانس عادلي بيقول هو هنا فيه كم نقطة انت حددت 986 ازاي يعني 985 رقم 6 ده جيبته منين يعني السادس ده جيب منين هل الكراسي مترقمة وال986 دول قاعدين في مربع واحد ولا قدرت تفرز بهذا الشكل ان انت تقدر تعد 986 انا هنا انا هنا مش عايز انا هنا مش عايز المشاجع اللي ما اخطأش ما تظلمش لان الاساس في المسألة العدل وهنا بنقول العدل يا رب هتحدد شخصية المخطئ رائع بس مبدئيا ايه قالت تحديد الدقة دي بالزبط كده النقطة التانية هو مباريات الاهلي بس اللي بتاشهت خروج تم كل الناس يعني الهتفات الخارجة ضد النادي الاهلي نفسه بتخرق الازان الكل وما بنشوفش عقوبات جمهير الاهلي اذا كانت اخطأت جمهير اذا مالك بتتجاوز في حق الاهلي في معظم المباريات هل المراقبين ما بيكتبوش ولما ما يكتبوش الربط المعنية بالامر بتعمل ايه ما انا هوافق جدا وهرحب انه اي مشجع من الاهلي يتجاوز يعاقب بشرط ان التاني لما يتجاوز يعاقب هيا دي هيا دي اساس الانضباط العدل احنا اغلبنا كتير علشان نتكلم في الاعداد وتسريب الاعداد لان انت لما بتقف تسعمائة ستة وتمانين تقريبا من اصل تلات تلاف انت سامح بهم يعني انت بتقف تلت العدد المسموح بيه مبارتين بقية الفرق ما المسألة المفروض تطال الجميع لانه التحديد بالشكل ده محتاج دقة في الالية ويتقال دول تحدده ازاي ومش معترضين على انه اي حد اخطى يعاقب بشرط انه محدش تظلم وانه الاهلي كمان ما يتظلمش وتتساب الامور لفرق تانية دي كانت واجبة جدا لانه فعلا مزيد من الانضباط مزيد من العدل مزيد من النظام هو اللي ممكن يسمح بزيادة عدد الجماهير في المدرجات في المدرجات نا تمانا طبعا نا نصل بقى نسبنا من لدقة الالية دي قوي طبعا ما فيش عدل في تحديد الارقام ليه؟ لان انا لما اكون جمهوري في الخمسين الف يجي خمسين وغيري من الخمسين الف يجي عشرين خمسة عشرين فانت لحد تلي عشرة وعشرة انت قد قيتني انا اي فعايزين نوصل وهنا بقول للجمهور يعني ما تيجي نفوت على اي حد اي حد ننضبط ما تيجي نفوت عليهم الحتة ان هو ايه ما وصلونه عايزين نوصل للنقطة دي يا شباب اه وانت اللي حتوصلونا ليه ما اللي ما يلوش لازم ما ما يتعملش عشان ما حدش يتحجر عشان نستمتع بأداءكم الرائع اللي شفناه احنا شفنا صور جميلة واحنا في العين ايه الجمال ده حتى واحنا ماشيين في الشارع بتكلم الزمالكاو اللي ماشي جنب الاهلاو وكله خارج وكان يوم جميل عايزين نهاية دي الصورة دي